بهدف التعريف بمرض جذام وتأثيره على المرضى وكيفية القضاء عليه أحيت إدارة مكفحة الدرن وجذام وبالتعاون مع مستشفى البيض المركزي بندوة علمية للتعريف بمسببات وأعراض وطرق عدوى وخطورة المرض وكيفية التعامل معه وذلك بحضور الطباء والطلاب من مختلف مدن ليبيا الكثير ما هم مشعرفين بالضبط شنو هو هو عبارة عن بكتيريا المسببة لا لها تأثير سلبي على العصب الجلدي وتأثير ممكن تدمر خلايا الجلد فتعطي تشوه لمنظر الجلد في حد ذاته تأثر على النظر ممكن العمى تأثر على الكيلة ممكن الفشل كالوي لها تأثير على العقم للجهاز التناسري الندوة التي أقيمت بدعوة من الدكتور عبد العزيز الحلافي لإحدى الحالات التي تم تسجيلها العام الماضي تهدف للحديث عن معاناة المرض وتطوير الكفاءات العلمية أطباء جلدية متخصصين يحاولوا تسليط الضوء على هذا المرض من خلال المحاضرات القيمة التي تلقى من أجل تطوير الخدمات بالأقسام الجلدية في المستشفيات الليبية اختتمت الندوة بعد أن استعرض الأطباء تأثير المرض وتفاقمه وتحذيرات من أنه يتسبب في فقدان الإحساس والعمى والعقم نهيك عن تغيير في طبقة الجلد هبا نصري ليبيا الحدث